يزور قادة أربع دوى العربية هذا الأسبوع الصين لحضور منتدى التعاون الصيني العربي وفق ما أعلنته وزارة الخارجية في بكين يضم الوفد العربي بحسب البيان الصيني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وملك البحري محمد بن عيسى الخليفة والرئيس التونسي قيس سعيد اعتبر ديبلوماسيون أن مشاركة القادة العرب في اجتماعات منتدى التعاون الصيني العربي هي رسالة لتأكيد العمل على تعزيز العلاقات مع الصين والتي تسعى في المقابل لانخراط بشكل أكبر في قضايا السياسية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط منا بكين ينضم إلينا الكاتب والبحث السياسي سيد نادر رونغوان أهلا بك سيد نادر الآن يعني عندما يستقبل في هذا التوقيت الحرج والذي تحدث فيه متغيرات هامة جدا وتوتر كبير في منطقة الشرق الأوسط أنت ما يستقبل الرئيس الصيني القادة العرب وهم القادة الفاعلون في هذا الملف هل يعبر ذلك عن رغبة صينية في إعادة التموضع في قضايا الشرق الأوسط ولعب دور أكبر فيها نعم أهلا ومرحبا بكم أولا الصين يعني ضلت تسعى إلى تحقيق السلام والإستقرار في شرق الأوسط فالصين تدعم الجهود دول العربية في الوحدة والتطور والتنمية وكذلك تسعى إلى يعادة الإسقرار والإيجاد حال دائم والسياسي دائم ومتوازن لقضايا الشرق الأوسط وقد رأينا كذلك الجهود الصيني للوساطة هي النجاحات في المصالحة بين السعودية وإيران وكذلك الصين تدعم الدول العربية في القضية الفلسطينية وكذلك تدعم جميع الدول العربية في السير في الطريق التي تتماشى مع ظروف المحلية والوطنية ودائما تدعم الإنصاف والعادلة في الشرق هذا كلام جيد لكن ما نريده هو مسألة المقاربة هل هناك خطة هل هناك مقاربة عملية للجانب الصيني بإمكانها حل مشكلة أو نزع فتيل الأزمة في الشرق الأوسط تحديدا الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وحرب غزة التي تجري حاليا يمكن لهذا المصار أن يشكل بديل للمصارات القائمة حاليا وهي مصارات متعثرة أولا خلال هذا الاجتماع الوزاري سيتم إصدار البيانة المشتركة السين العربي حول القضية الفلسطينية وطبعا السين ستبدل مزيد من الجهود وأقصى جهودها للوقف التي تحقيق وقت لإطلاق النار في غزة وكذلك السين ستدفع العلاقات السينية العربي إلى مستوى جديد لأن هذا العام يصادف الذكرى العشرين لإقامة منتدى تعاون السين العربي وهذا الحضور الكبير وأيضا يعقس اهتمام القيادة العلية لدى كل الأطراف السين العربي لتدوير العلاقات السينية العربية وكذلك البناء ومجتمع المصار المشتركة السين العربي من أي منطلق يمكن فهم الاهتمام الصيني بهذا الملف أو بوجودها كوسيط أو محاولتها تقريب وجهة النظر أو نزع فتيل الأزمة في الشرق الأوسط على أي أساس يمكن فهم دوافع هذا الموقف الصيني لأنه على مدار السنوات الماضية لم يكن الصين موقف واضح من الأزمة لم تدم بشكل قاطع إسرائيل في كل ما قمت به من انتهاكات بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في الضفة الغربية لاستيطان حصار غزة وغيرها من الملفات فهذا التوجه الأخير كيف يمكن فهمه؟ طبعا الصين تريد اللعب الدور أكثر إيجابيا في الشؤون الدولية وخاصة في الشرق الأوسط وكذلك الصين تريد أن ترى المنطقة الشرق الأوسط المستقرة والمستهرة لأن هذا يسبب لصالح الصين كذلك لأن هناك خلال 20 عاما الماضية هناك زيادة مستمر لحجم التبادل التجاري بين الصين ودول العربية وكذلك اللقات الصينية العربية تشهد أحسن مستواها في التاريخ وكل هذا لا يسبب لصالح الشعبين البلدين في حسبل يساهم في الإسكرار والسلام في المنطقة والعالم فلذلك الصين أولا تريد أن ترى منطقة الشرق الأوسط المستقرة والمستهرة ولذلك لابد من الوقف تلق نار لأن يأتي السلام أولا كذلك الصين ستدفع التمية في مختلف الدول العربية يعني من خلال تعاونها وكذلك من أجل حسب المشترك يتراجع بشكل ما بحسب مراقبين الدور الأمريكي الفاعل في هذه الملفات المعقدة في الشرق الأوسط على رأسها الملف الفلسطيني الإسرائيلي وما نراه الآن أنه بالفعل الوساطة الأمريكية غير قادرة على الضغط على إسرائيل ولم تجد حلا حتى الآن هل بإمكان الصين أن تحل محل الدور الأمريكي وأن تكون أكثر فعالية منه؟ في المفهوم الصيني فليس هناك فراغ أبدا في الشرق الأوسط فالشعب منطقة الشعوب منطقة الشرق الأوسط هي السادة البيت فسبب عدم الإسقرار الدائم هو بسبب التدخلات الخارجية من قول كبرى للدول الشرق الأوسط فلا يجب الصين تعرض أي تدخلات خارجية لشؤون داخلية في منطقة الشرق الأوسط وصين تدفع المصالح الداخلية وترى أن القضايا الشرق الأوسط يجب أن حلها من خلال التشاور ومصالح الداخلية من قبل الشعوب والمنطقة بإسفادهم سادة البيت لذلك الصين لديها مفهوم مختلفة ودورها أكيد مختلفا دور الأمريكي إجابة ديبلوماسية سيد نادر على كله أشكرك جزيلا شكرا انتهى وقت هذه الفقرة من بكين الكاتب والباحث السياسي سيد نادر رونكوان